عملياً منتابعة هذا المشوار الفني الكبير للراحل شهير فريد شوقي وتابع الأدوار المختلفة اللي فيها من الشدة لقبة بالملك بوحش الشاشة هل هذا كان بالفعل ينعكس داخل البيت أم أن الوضع كان مختلف عملياً يعني أكيد الناس حابين يتعرفوا على هذه الشوانب كيف كانت تصرفها داخل البيت لا أولا وحش الشاشة في البيت ما كناش هنعيش أصلاً لا بالعكس عايزة أقولك قد إيه كان حناياً أنا عمره ما ضربني يعني أنا لا أذكر إن بابا عمره كان عقابه يقولك ما تتكلميش معي ما زعلان مني عمره عمره اللي كانت وحشة البيت أمي يعني ماما هي اللي كانت واخدر راية في الضرب وشلش بالعلامي يعني اللقب على داخل المنزل على نطاق دي بس هو كمان كان عنده قدر من الزكاة إنهم لا يختلفوا على التربية يعني فيه أهالي للأسف تقول لها لا أنت ما تميش ويحصل خلاف بين الأولاد هم ما كانوش مختلفين يعني حد يشد وحد يرفي وهكذا لكن عمره ما ضرب عمره في حياته يعني طيب أنا عايزة أفبت بقى عايزة أرجع للبيت بيت فريد شوقي بقى والبنات يعني فريد شوقي يعني حظوا إن هو أبو البنات ثمث بنات أعمار مختلفة وعندوكو حب للفن طبيعي جدا يعني كلميني بقى لما بنات فريد شوقي دخلوا الفن يعني أنت ممثلة عبي المخرجة طبعا أستاذ ناهد منتجة يعني كان فيه مهى درس تسناريو بس ملقيت شوقي طب قوليلي بقى هو كانت شايف ده إيه ان شايف اللي بيحصل حواليه ده إيه لا هو من حبه في الفن فهو مبسوط إن يعني ولاده طلعين فنانيون ما عندوش قلق عليكو خالص لا بالعكس أنا عايزة أقولك عبير مثلا كانت دخل إعلام إيه مش إعلام سوري أداب إنجلش وثابت سنة أولى ودخلت معهد سينم وهو ده خريط الاختيار بس ده هو سعيد لما جاء قال لي عايزة إسمك يبقى إيه يعني يكتب في التيتر إيه مثلا رانيا فريد شوئي رانيا فريد ولا رانيا شوئي ولا يعني بيديني الاختيار يقولوا رانيا فريد مالوش معنى رانيا شوئي يعني حبق فيتا شابه زي أبقى أخت حنان شوئي ففيتا شابه يقولوا لكن رانيا فريد شوئي ده فخر لي يعني ده أنا بالنسبالي ده فرغم إنه هو بس كان سعيد كان سعيد ده جدا الاسم ده لقبران يا فريد شوئي الشال عليكي مسئولية يعني طب أحيانا كنت تقولي إيه مثلا يعني كان نفسي أبقى يعني أبقى عندي الراحة أن أغامر وأعمل حاجات تانية مختلفة لكن الاسم دي برضو مسئولية كبيرة مسئولية كبيرة وفي نفس الوقت فتحني الباب لسرعة في الانتشار يعني يعني هو حاجتين بس بس في النهاية برضو يعني زي ما كان السؤال بالوقتي اختيارات ايه بأعمالي ما أقدرش يعني في في اختيارات ما أقدرش أبقى أتقدر إيش تعملي آآ ما أقدر حفزي على الاسم بالضبط يعني بابا أنا فاكرا أعمالك فيلم كان اسمه مغلف بالشوكولاتة تقريبا يعني كان فترة أفلام مأولاد كده هو كان فيلم مأولاد يعني لأنه هو أنا مكنتش باخد رأيه يعني أنا كنت معتبرة بقى أنه لأ وأنا خلاص هو أداني أول دفعة فأنا لازم أكمل الحاجات دي فكت عاملة راقصة يعني بس راقصة محتشمة يعني 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 مش لابسة بدلة رأس لا مفيش يعني كمزعلان جدا كمزعلان جدا كمزعل مني جدا وقلك أيوة قال لي ليه تعملي كده يعني هنا القب بتغلب على الفنان يعني يعني فاهم فاللي هو في حاجات غصب عنك خلاص ما بتعملش تلك أجمل أفلامك ايه في البيت يعني لما يتعرض له فيلم وانتو كلكم موجودين يحب يقعد وتبقوا حواليه ولا ما يتفرجش لا 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 كان بيحصل منهم جعلوني مجرمهم طبعا منهم الفتوة على فكرة معظم أفلامه اللي إنتاجه لأنه هو مختارها طبعا يعني فريد شوئي أنتج تلاتين فيلم ده عدد بالنسبة أنه عدد كبير آه طبعا هو منتج ومؤلف يعني يعني قصص لأفلام وأنتج للغير كمان و هو أنتج للغير برضو يعني فهو أنا بعتبره أكديمية صح بالزبط يعني أكديمية كبيرة شكرا